في هذا الفيديو بنتكلم على تأثير هذه العائلة على الكدني طبعاً لو وردت أن تعرف كيف تشغل هذه الأدوية وإش أسماءها الرابط الخاص بهذه المعلومات موجود في الوصف طبعاً توجد في السوق على هيدفلتارين، أمفيناك، آدفيل طبعاً كلها من المسكنات القوية فهل فعلاً هذه المسكنات تؤدي إلى الفشل كالوي علشان نعرف هذه الإقابة لازم نعرف إش وظائف الكليا وكيف تشتغل طبعاً تقوم الكدني بعديد من الوظائف فهي تعمل على إزالة الفضلات من أجسامنا باستمرار أيضاً توازن ما بين الأملاح والأحماض والماء في أجسامنا تعمل مع القلب والدماغ بالتحكم في البلد براشر وتساعد في تنظيم مستويات الفايرامين دي وكاليسيوم أيضاً تلعب دوراً مهماً في عملية تصنيع الريد بلد سيل طيب الآن كيف بيصل الدم إلى الكدني قبل أن نعرف الإقابة لازم نعرف أنه الوحدة الأساسية للتركيب الكالوي الذي هو النفرون وهو المسؤول عن الفلترويشن فورد بلد والتصفيته طبعاً كما نلاحظ هنا الكلوملر فلتريت يكون محافظ ببومانس كابسول طبعاً يصل الدم إلى الكدني عن طريق الأفرينت أرتريور الأفرينت أرتريور يقوم بحركة حلوة أنه يتشعب إلى شعيرات دموية دقيقة كثيرة تسمى بالكلومرس طبعاً هنا هذا التشعب يسمح أنه يعمل فلتريشن لكمية كبيرة من الدم بعد أن يحدث له عملية فلتريشن يخرج عن طريق الأفرينت أرتريور طيب إلى هنا حلو جداً بس فين المشكلة؟ المشكلة عند استخدام النانوستريد الأنتي انفلوميتر دراج بشكل مفرط هناك مادة في القسم تسمى بالبرستاجلندين هذه المادة تتحكم بحقم الأفرينت أرتريور الذي كان يدخل الدم إلى الكدني فعند استخدام النانوستريد الأنتي انفلوميتر دراج هذه الأدوية تقلل من نسبة البرستاجلندين أي ممكن تقول أنه تعمل أنتي بروستاجلندين بالتالي عندما يقل هذه البرستاجلندين يحدث انقباض في الأفرينت أرتريور بيقل كمية الدم بشكل كبير التي كانت توصل إلى القولومرس هذا يؤدي إلى أكيوت كيدني أنجري أي تموت في الخلايا التي تعمل ترشيخ للدم أو تموت في الخلايا التي تعمل فالترشيخ للدم إذن الأكي اي أكيوت كيدني إنجري أي الفشل الكلوي الحاد يعتبر واحد من مضاعفات لهذه الأدوية لكن حطي بالك أنه مش كل واحد بيأخذ أو بيستخدم هذه المسكنات أنه بيحدث له الأكيوت كيدني إنجري إحنا فقط بنتكلم إذا كان استخدام هذه المسكنات بشكل أشوائي بشكل مفرط ممكن تؤدي إلى الفشل الكلوي الحاد ترجمة نانسي قنقر